دي اناي مساء الخير بزمن الكورونا هناك ما هو أخطر من الكورونا ركزوا معي شو هو بس؟ مسألي مهم الأمر الأكثر أهمية من كورونا هو فيروس الخوف وانتشار عدم الثقة بين الناس أعلن السلطات الإيرانية فرض قيود على التنقل داخل البلاد بسبب فيروس كورونا كما أعلن وزير الصحة عدم إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا تمديد تعطيل الجامعات في كل إيران الإعلان عن تعطيل المدارس كما أعلن وزير الصحة وضع نقاط على مداخل المدن لتشخيص المصابين بفيروس كورونا صحيح بالأول قالت أنهم ما في كورونا ونفت وخبت ولفلفت بس بعدين أخذت إجراءات إيران دولة علم دولة عقل دولة حضارة مش كيف مكان بالعلم بالعقل بالحضارة تواجه الكورونا وعند علماء لمتابعة الموضوع علماء علماء على مد عينك والنظر أصحاب علم ومعارفة ودراية واطلاع خلص فتاها سماحته قم أبو السوس لنروح لقم لأنه هناك أرض الشفاء طيب والكورونا سماحتك تخيلوا أنه ممثل المرشد وتخيلوا حجم سقة الناس فيه ومونته عن الناس عم بيقول ما في شي بيقوم هادي مثل ما في شي بحمص وبكرة بيطلع بيقول لك آه سوري لو كنت أعلم ما كنت أخدت الناس عقوم بس بس يمكن هو كمان عم بيحاول يبس التفاقل مثل الرئيس روحاني أكد الرئيس روحاني قرب السيطرة على الفيروس وأشار إلى أنه تقارير وزارة الصحة والتعليم الطبي تبعث على الأمل لكن حلو حلو التفاقل حلو سيطرة قريبة على الفيروس وأمل بانتهاءها الكابوس ويمكن يمكن يمكن لقوا يمكن لقوا العلاج أبو السوس بإيران دول كبير انتبه ومن علامات السيطرة أنه صار في 26 قتل لحد دلة بموضوع الكورونا عم بزيدوا القتلة بسرعة جنونية كيف بس لك أبو السوس هولي اللي ما التزموا بتعليمات سماحته وراحوا للشفاء بقم بيستاهلوا مع له الحل هو بالسفر الكثيف إلى قم اللي بده يهزم الاستكبار والغطرسة الأمريكية يروحها لقم بس شو خاص أمريكا بالموضوع ما مش حاجة نيجة صدفة هاخه دا هبي دبي هبي دبي قا فيروس كورونا انتشر عند الصينيين وعند الإيرانيين وعند الفرنسيين وعند لبنان والدولة اللذي هي كلها يعني ضد محور أمريكا لكن مش هين أبدا تلفزيون حوثي رغم الظروف الصعبة أدريني أدم نموذج إعلامي حوثي مشرق وتحليل بغاية العمق فعلا لماذا ضرب الفيروس الدول المعادية لأمريكا ها ها لماذا حدا يقل لي ما انتبهت له هالقصة من هنا من الصين وتحديدا من مدينة وهان بدأت قصة ظهور فيروس كورونا ليتجاوز الفيروس حدود الصين عابرا إلى دول مجاورة لهاب هونغ كونغ اليابان سينغافورة تايلند وتايوان ماليزيا والفليبين بدأ كورونا بالتمدد صوب منطقة الشرق الأوسط من بوابة إيران ومن إيران انتشر الفيروس في دول الإقليم المجاورة العراق لبنان الكويت والبحرين وغيرها إلى إيروبا وصل كورونا إيطاليا نمسا بلجيكا سويسرا ألمانيا بريطانيا فرنسا إسبانيا اليونان وكرواتيا إلى أفريقيا وصل أيضا كورونا في مصر وفي الجزائر الفيروس وصل أيضا إلى أمريكا اللاتينية بعد الإعلان عن أول إصابة في البرازيل وكل هذه الدول مثل ما بتعرف عزيزي المشاهد معروفة بالتحالف الاستراتيجي مع الحوسة لذلك ضربة الفيروس مان شو الدول معادي لأمريكا؟ الفيروس ما ترك حدا بالعالم بلا ترك أمريكا يبقى السؤال لماذا لم يصل إلى أمريكا الشيطان الأكبر؟ عدد الحالات 15 وكما تعرفون وصلت حالات من اليابان لمواطنين أمريكيين عددهم 42 شخصا أوكي 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 يعني بعد ما خلص شغله الفيروس بعد ما خلص الإفتراب بكوكب الأرض رجع على أمريكا وين بد يروح؟ أصلا هون الفن هون السحر بالكورونا السحر؟ كتحليل أنت محلل في الجانب النفسي وأنت تقرأ هذا التصريح من الناحية النفسية كيف حللت هذا التصريح؟ حللت أنه هو مسيطر عليه هذا هكذا هذا ما يفعل سؤال المفيروس مفتعل؟ أحسنت هو هذا اللي يقودنا هذا يقودنا إلى موضوع السحر وإمكانية عزلة وإمكانية وضع في أماكن معينة وإمكانية محدودية وإمكانية انتشارة وإمكانية النقضية عليه متى شاء سحر مفتعل؟ وهنا يخطر لي الديالكتيك الماركسي في التناقض الموضوعي بين خرابيط الممنعة إذا كانت أمريكا تمتلك العلاج للكورونا لماذا؟ لنلجأ إلى العلاج بزيارة قم وهل الزيارة هي العلاج الأمريكي السري؟ وهل نعيش في عالم وهبي تتحلف فيه أمريكا وإيران تحت الطاولة التي عليها مزهرية صفراء وشرشف كحلي؟ بس ليه شرشف كحلي ما فهمت أعبيل بعد المؤامرة حبيبي من فيه فيروس لا سحر ولا مؤامرة وقم ما بتشفي قم فيلم انخلته بشرفك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر